السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بكم تبعيني الكرام ومتابعي قناة من الاخر وخلاص معكم محمد نور الدين نتائج مباريات ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية اليوم طبعا مباريات الزهاب اليوم الاحد 17-4-2022 كان عندنا اربع مباريات فريقين مصريين وفريق من المغرب وفريقين من ليبيا وبقى الفرق طبعا من بره يعني متابعين الكرام ان تعرفوا على نتائج مباريات الزهاب ومواعيد مباريات العودة باذن الله تعالى ونتكلم عن ترتيب الهدفين بعد مباريات الزهاب ونتوقع من اللي قدر يكمل يعني اليوم متابعين الكرام سيمبا التنزاني فاز على اورلاندو بيراتس من جنوب افريقيا واحد صفر على ملعب سيمبا والمصري البورسعيدي الهدف سيمبا التنزاني مش معروف بالنسبة لي من اللي سجله اللعب تشوماري كابومبي هو اللي سجل هدف من ضرب الجزاء في الديئة 68 المصري البورسعيدي متابعين الكرام فاز على نهض بوركان المغربي اثنين واحد احرس دفاي المصري البورسعيدي عمر مرعي في الديئة 10 واللاعب عندنا الهدف السنة عن طريق هيسم العيوني في الديئة 83 هدف نهض بوركان المغربي عن طريق حمزة الرقراقي في الديئة 17 المبارا تبعا كانت في مصر على ملعب استادل الجيش بالسويس كده المصري فاز على ملعبه يعني نفس نتيجة الاهلي اللي فاز فيه على الرجاء المغربي الاتحاد الليبي تعادل ام الاهلي طرابولس الليبي 00 وبرامدز المصري تعادل ام مازينبي من جمهورية الكونغو الكونغولي 00 أيضا على ملعب برامدز على ملعب استاد الدفاع الجوي اللي هو يعني في مصر يعني العودة بإذن الله تعالى متابعين الكرام يوم الاحد 24 إبريل 2022 والاسنين 25 إبريل 2022 عندنا مباراة مازينبي وبرامدز الساعة 13 من توقيت مصر الساعة 14 متوقيت مكة المكرمة أورلاندو بيراتس أمام سيمبا التنزاني الساعة 6 متوقيت مصر وساعة متوقيت مكة المكرمة الاهلي طرابولس الليبي أمام التحاد الليبي الساعة 10 متوقيت مصر و10 متوقيت ليبيا نهض بركان المغربي أمام مصر برساعدة الساعة 12 متصف الليل بتوقيت المغرب اللي هي في نفس الوقت وهي يجب أن يكون معادها أسف 12 متوقيت الليل بتوقيت مصر يا جماعة أسف اللي هي 10 متوقيت المغرب كده صح وهتكون في صباح يوم الاثنين يعني يوم الحد بالليل يعني يوم الحد عند نص الليل كده من طبعين الكرام بالنسبة لترتيب الهدافين متصدر الهدافين عبدالبر زكاري اتجي لاعب USGN بستة اداف مركز ثاني بانديل تشاندو لاعب ارلاندو براتس باربعة اداف وبير كوزيرا لاعب جمعية جيغالي ولاعب كونستان تينو لاعب انتر كلوب عايزين حد نعرفه يا كدعين وهابي جيلي في ارلاندو براتس لست بيلعب عنده سرست اداف وكذلك قبلوا لاعب ارلاندو براتس سند الورفالي اخيرا لاعب للتحدي الليبي عنده سرست اداف ايضا ستيفان عايزيزيكي لاعب اسيك بموزا وحارزي لاعب النساء فاكسة عادتس التموت وبهداله البحري لعب نادف بركان عنده سرست اداف والفكاك لعبن هذر بركان وعلي جيبرا لعب برامدز عنده هدفين وبريدن محريو عن نادف بركان لاعبت بركان لعبت بركان 까 진행 لعب برامدز هeau Transport اللقاي لعب برامدز عنده هدفين وسلم عيسى لعب برامدز ايضا وتشوماري لعب سيمبا اشترك في القناة على زر الجرس اذا اعمل لك الفيديو وكان معكم محمد نور الدين اعتقد نادي نادي بوركان ممكن يعمل نوش في المغرب ولكن اتمنى المصري هو اللي اقدر يكمل اتمنى بس ما اعتقدش الاسف يعني اتحاد الليبي وقال ترابلوس الليبي هيقضوها مع بعض كده واحد منهم لا يسعد بيرامدزوا للاسف المبراه يكون في الحر ويكون في الصيام فلالاسف ممكن يكون غير التعدي وتوصل لنص النهائي كان معكم محمد نور الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته